في البداية أحب أن أعرف من حضرتك رؤيتك للمشهد في قطاع غزة مع كل هذا التصعيد شايف الوضع إزاي؟ خلينا نقول أن الموضوع ليس مجرد تصعيد كما المرات السابقة هناك قرار لأول مرة قرار أمريكي قبل أن يكون إسرائيلي بإنهاء الحالة التي كانت قبل 7 أكتوبر وده لي مرجع أساسي في الفكر الموجود أن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة هي قاعدة متقدمة وهذه القاعدة تبني عليها كل مصالحها في منطقة الشرق والأوسط وأي اهتزاز في إسرائيل هو اهتزاز لمصالح الولايات المتحدة بالتالي المحافظة عليها هو قرار استراتيجي أمريكي أوروبي الحادث الذي حصل في يوم 7 أكتوبر عملية 7 أكتوبر كان فيها الكثير من الألم لإسرائيل لأنه اخترقت كل ما كانت تروجه خلال الفترات الماضية سواء على المستوى اللي هو كقوة في المنطقة سواء معنويا للجمهور الإسرائيلي سواء حتى اقتصاديا والصناعة لإسرائيل الصناعة الإسرائيلية صدرت السنة اللي فاتت لوحدها في مجال التسليح اللي هو بيعتمد على التكنولوجيا اللي هو المفروض أنه الحاجز اللي بيفصل قطاع غزة مبني على نفس التكنولوجيا بما يعادل 16 مليار دولار فبالتالي الضربة دي هتأثر عليها اقتصاديا وسياسيا ولموقعها فكان لابد أنه هي عايزة تتحرك تسترد مرة أخرى ماء الوجه والولايات المتحدة احنا خدنا بالنا أنها سارعت بشكل مش طبيعي طيب سارعت ليه؟ لأنها عايزة تستغل الموقف الولايات المتحدة لقيت فيها فرصة أنها تعيد تمركز نفسها في منطقة الشرق الأوسط وتعود إلى منطقة الشرق الأوسط ليه تعود إلى منطقة الشرق الأوسط؟ لأنه ده المنطقة فيها مشاريع أو تسعى لإقامة مشاريع في المنطقة لقطع الطريق على الصين اقتصاديا وعلى رسل في أوكرانيا الوضع الموجود في أوكرانيا حسب التحليلات الموجودة هناك أنه مش في اتجاه أن أوكرانيا تحسم أي معارك فبالتالي هم أقرب للهزيمة خصوصا بعد ما خسروا الهجوم المضاد ومنطقة الشرق الأوسط هي منطقة فيها مصالح اقتصادية كبيرة فكانت فرصة لأمريكا استغلتها طيب عايزة إيه؟ رجعنا الشرق الأوسط هنام إليه؟ هيدرب عصفورين بحجر هيخلص من نتنياهو وحكومته اليمينية اللي هي عطلت له مشاريع اللي هي علاقة بعمليات التطبيع في المنطقة وكلام ده وهيخلص من حماس يعني الدعم ده دعم مرحلي للإنتنياهو؟ فيه كان ثلاث أراء في إسرائيل الرأي الأول بيقول أنه وده الرأي يتعلق باليمين الإسرائيلي بيقول أنه هندفع تمن لبيدن أنه ده كله ده مش مجانا العناق اللي عملته أمريكا الإسرائيل ده مش مجانا هندفع تمن سياسي واليمين الإسرائيلي مش عايز يدفع تمن سياسي كل مشكلته في 15 سنة اللي فاته مش عايز يدفع تمن سياسي وبايدن مش هيقدر يمرر أي مشروع في المنطقة بدون ما يكون فيه تمن سياسي للفلسطينيين فيه رأي تاني قال لا ده بايدن عمل معنا كده عشان هو صهيوني والصهيونية بتلزموا أنه يعمل الكامل فيه رأي تالت لغة راديكالي شوية يساري يعني وده بتلاقيه في كتاب الهارتس والأنا ما بحبش أستند كتير لكتاباتهم لأنه هم بيمثلوا شريحة صغيرة جدا في إسرائيل بقول لا ده كعناق الدب ساقته لصاحبه أنا أميل لرأيي اليمين أنه فيه تمن سياسي الدفاع طيب هل وصم حماس بالإرهابية وليد اللحظة؟ في 2021 نرجع بقى الوراء في 2021 بعد العدوان اللي حصل في 2021 على غزة وانتهى بتهدئة مصرية وكان بايدن منتخب حديثا كرئيس للغاية المتحدة فكان للمصادفة أنه تصريحه فيما تعلق بالقضية الفلسطينية في ذلك الوقت بدون مناسبة قال حماس الإرهابية فأثناء كلامه يعني ده معناه إيه؟ معناه أنه فيه قرار تخذ منذ 2021 لكن تم تأجيله لأسباب تتعلق بالولايات المتحدة لكن هو في مفاهيم بايدن تم اتخاذ الموضوع فعشان كده هو أول ما حصل 7 أكتوبر كان من أوائل المسارعين والدعم اللي موجود لها طيب هل شايف أن قوات الاحتلال كانت بحاجة إلى قطع الكهرباء والإنترنت عن قطاع غزة ليه جرائم اللي بدأة؟ هي ترتكب هذه الجرائم منذ بداية التصعيد وما كانش فارع عندها أي حاجة؟ خلينا نبدأ شوية قبل بعد 7 أكتوبر وإعلان الحرب في وزير إسرائيلي اسمه إسرائيل كات ده وزير النقل والمواصلات والاتصالات قال إيه؟ قال هنقطع الميا والمواد الغذائية والكهرباء وما فيش حاجة مجانا مبادرات إنسانية مقابل مبادرات إنسانية يعني عايزنا دخلك كهرباء ومية وكلام ده لازم تطلع ليه من المبادرات إنسانية من عندها ده المبدأ وده اللي حاوله اللي هي من المحتجزين يعني؟ آه طبعا أسسوا الكلام ده وده حصل الاتنين المحتجزين الاتنين اللي طلعوا في الأول دول كانوا عشان حصل إدخال مبادرة إنسانية تيجي لموضوع الإنترنت والاتصالات ده اللي حصل ورجع النهاردة يعني من الساعة 4 الفجر تقريبا رجعت الاتصالات تاني والإنترنت طيب ليه قطعوا وليه رجعوا قطعوا لأنه كان فيه عندهم عملية برية العملية البرية هو عايز يأثر على الاتصالات عند المقاومة فعايز يفصل ما بين تحت الأرض وفوق الأرض فقطع الاتصالات وده بيخليه سيطر على الاتصالات الخارجة أي اتصالات حتى لو كان فيه عندها حماس وسائل اتصال أخرى بالخارج هتبقى من السهل السيطرة عليه طيب بيراجع الاتصالات ليه لأنه عادة الاتصالات هي لجمع المعلومات في حديث المواطنين وده حصل في 2008-2009 في حرب 2008-2009 عايزين يجمعوا معلومات وهم اللي كانوا مسيطرين على الاتصالات الكبل فيبر أوبتيك فرحوا شحلوا رصيد للناس يعني انت تفتح الموبايل بتاعك تلاقي رصيد تلفونات فطبعا فيه رصيد تلفونات وعايز تتطمن على علابك فمدر ما تتكلم فمدر ما تتكلم دي بتاعك تتكلم عشر دقايق فاو انت بتتكلم انت حصل عندك ايه ده فيه فلان ضرب من جنبي فكذا فبتكونوا بيجمعوا معلومات فالاتصالات مهمة بالنسبة له بس هو بيقدر يعمل يعني التعمية في الاتصالات لما يكون فيه عنده تحركات معينة وعايز يسيطر على الاتصال